دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الدور أو هيئات الإفتاء في العالم نظمت مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة مؤتمر كبير كان فيه عدد كبير جدا من علماء الدين الإسلامي من أكثر من تسعين دولة ومثقفين وباحثين مسلمين ومسيحيين يعني كان لقاء واسع ومتسع في رحاب الدولة المصرية والحديث حول التسامح والمواطنة وقبول الآخر فضيلة المفتي الدكتور محمد شوئي علام وهو أحد رموز الاستنارة الحقيقية داخل المجتمع المصري تحدث عن ثلاث رسائل أساسية وجه رسالة أولى في الافتتاح وقال إن نحن نسير في ركاب دعوة الرئيس عفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني لتحقيق التعايش الرسالة الثانية إلى المفتيين والخبراء والباحثين المشاركين ضرورة نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي يبدد ظلمات الجهل الرسالة الثالثة أيضا التي وجهها في الافتتاح شعب فلسطين فازية الظروف الدامية العصيبة أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى المؤتمر كان فيه نقاشات كثيرة جدا وشارك فيه نيافة الأنبى أرمية وتحدث في أكثر من مناسبة من ضمنها الإشارة إلى القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل باعتباره أساس الاستقرار في هذه المنطقة في ظل دولات فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في أحد الجلسات اللي أنا شاركت فيها وشارك فيها آخرون وكان منهم نيافة الأنبى أرمية والشيخ الدكتور عامل الورداني والأستاذ حسن مصطفى مدير مركز سلام أيضا التابع لضال الافتاء اللي كان مشارك في تنظيم هذا اللقاء والأستاذة سميرة لوء رئيس قطاع الحوار بالهالقبتية الإنجلية والدكتور محمد المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر وآخرون تكلمنا فيه حوالين خطاب الكراهية خطاب الكراهية هو ينطوي على طميط وتقليل من شأن الآخرين وإشاعة روح السلبية تؤدي إلى الاعتداء عليهم أحيانا خطاب الكراهية فئات كتير جدا بتشعر بأن هو بيواجهها وبيحط من شأنها بنلاقيه في المساجلات الدينية والعقائدية على مواقع التواصل الاجتماعي في إهانة رموز دينية في استهتار وإساء للمناسبات الدينية المختلفة في محاولة هدم الدولة الوطنية استخدم خلال السنوات الماضية في إشاعة الانقسام ما بين المواطنين والغرض منه هدم الدولة الوطنية شفنا ده في سوريا شفنا ده في العراق وشفنا محاولاته داخل المجتمع المصري طبعا الاقتراحات اللي قدمت في الجلسة دي اقتراحات مهمة جدا يعني لابد أنتاج مواد مرئية لمواجهة الكراهية ونشر ثقافة التسامة تفعيل مواصيق الشرف الإعلامية للناس اللي بتنشر خطابات تؤجج المشاعر وتدفع في اتجاه الكراهية فتح حوار جاد مع القوى السياسية الغربية لأن في كثير من الأحيان القوى اليمينية في الغرب بترسل رسائل كراهية سواء للمسلمين اللي عايشين في الغرب أو حتى للمختلفين معهم في الاتجاه السياسي تطبيق القانون في حالة التجاوز التفاعل مع إدارة المنصات التواصل الاجتماعي زي تويتر وفيسبوك وغيره إن هي تتوقف عن نشر أي مواد تدفع الكراهية تكوين المواطن مسألة أساسية ودي يعني إحنا محتاجين نقف قدامها شوي هو المواطن اللي قاعده قدام الشاشة دي قدام شاشة الكمبيوتر ولا الموبايل ولا خلافه هو إنعكاس لثقافته هو ده اللي احنا بنسميه الأوفلاين يعني الأونلاين إنه قاعده قدام الجهاز الأوفلاين اللي هي في الحياة تعليم ثقافة علاقتك بالناس إذا كان الشخص متطرف ومتعصب ده ينعكس على لغته وحواره على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن إذا كان الشخص متسامح ده هيبان من نقاشاته وحواراته أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي ده معنى إيه؟ معنى أن احنا نهتم بالتربية المدنية داخل المدارس نشجع على ثقافة الحوار وقبول الآخر والتنوع والبعد عن التنمر نتكلم أيضا على التكوين المتسامح للمواطنين سواء كان في الإعلام أو في التعليم أو في المؤسسة الدينية الخطابات الدينية وأيضا التنمية من خلال الحوار بناء رأس مال اجتماعي ما بين مواطنين مختلفين تعالوا الناس تبا مختلفة في المعتقد الديني مسلمين مسيحيين أيا كانوا يشتركوا مع بعض في التنمية في مواجهة الفقر تطوير نوعية الحياة للناس بنا ما تقعد تتكلم كلام سلبي وتشيع الكراهية وتحاول أن أنت تخلق روح سلبية عند الناس طبعا كان مؤتمر مهم جدا ودار الإفتاءة المصرية بهذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى سابقة وجهودها الكبيرة جدا بتلعب دور أن يكون أحد الركائز الأساسية في مواجهة خطابة كراهية والتعصب والجهل ونشر ثقافة التسامح والتنوع وقبول الآخر مؤتمر مهم نتمنى أن تتوالى هذه المؤتمرات والحوارات والنقاشات من أجل بناء مجتمع متسامح نخرج فيه إلى العالم كله بثقافة حقيقية نقدية أمينة تعبر عن روح الأخوة والتسامح داخل المجتمع ترجمة نانسي قنع